اليوم الأسواق المالية بتشهد خبرين جدا مهمات من سبع سنوات أول مرة بيجوا هالخبرين بنفس اليوم الـ FOMC والـ CPI معدل التضخم وإعلان نسبة الفائدة بأمريكا شو المتوقع للذهب؟ شو أهم الفرص اللي ممكن نضارب عليها؟ وشو الأهداف؟ كل هذا رح نناقشه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعلي زر الجرس إذا مهتم بدخول نجموعة التوصيات بشكل مجاني كل يلي عليك أنك تنضم عن طريق رابط إحالتنا منصة إكسنس يلي رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه بأول تعليق وتتواصل معي تيليجرام بعدها تعطيني رقم حسابك ورح يتم إضافتك بشكل مجاني تماما لازم تودع بحسابك 500 دولار حتى تقدر تستفاد من توصياتنا على الفوريكس تقريبا ساعتين بتفصلنا عن معدل التضخم بأمريكا على أساس شهري على أساس سنوي معدل التضخم الأساسي ومعدل التضخم العادي بعض التوقعات بتقول من خفاض التضخم وبعض التوقعات سابتة ما في أي تغيير لكن نقدر نقول إذا جاءت بيانات التضخم بحسب التوقعات هي إيجابية للأسواق ورح تدعم إيجابية تثبيت نسبة الفائدة تثبيت نسبة الفائدة هذا أمر رح يدعم الدهب صعوديا باقي 7 ساعات و40 دقيقة على إعلان نسبة الفائدة بأمريكا رح نخلي نظرنا على معدلات التضخم معدلات التضخم إذا جاءت إيجابية في الغالب تقرير الفائدة رح يكون إيجابي لكن الأمر ما بيخلم من تلاعبات مهم جدا تنضمعنا على قناة تليجرام لحتى ننقل أخبار الفائدة وتشوفها فورة صدورة إن شاء الله عنا مستويين رئيسيات على فريم السعب تقدر تضارب منه المستوى الأساسي هو مناطق 2300 2300 لل2198 أي يسابات أسفلة للأسف عنا أولى الأهداف 2288 تاني الأهداف هي 2275 تالت الأهداف 2268 وممكن يكتفي الدهب بهدف واحد أو هدفين أو ثلاث أهداف مفتاح الأمان على فريم الساعة هو مناطق 2300 ممكن ينزل عنا أثناء الأخبار شمعة تصفية تتجاوز هالمنطقة هاي وتعود سريعا في حال شمعة التصفية تجاوزت هالمنطقة وعادت سريعا للأعلى ممكن افتح صفقة شراء من هالمنطقة بعد ما تعود الشمعة للأعلى ممكن افتح بمناطق 2300 وخلي الستوبلوس 60 نقطة تقريبا خليه عند مناطق 94 ركز صديقي بعد صدور الخبر وبعد انتصاص السوق للخبر بعد النزول أخذ السيولة والصعود ممكن افتح حتى مركز هذا بعد استقرار السوق ورح يكون عندي الهدف مبدئيا مناطق 2327 شفت الدهب أنا مكمل ممكن استمر بصفقتي لكن مهم جدا تلتزم بالستوبلوس لأنه ممكن صفقتك تقلب على خسارة سريعة أثناء الأخبار ممكن الأخبار تطلع مو بصالحنا وأيضا نفس الأمر في حال صارت تلاعب للأعلى شفنا صعود قوي للدهب بعدها هبوط أسفل مناطق الـ 27 تقريبا أيضا ممكن نفتح صفقة بيع في هالمنطقة هاي من 2328 والستوبلوس لازم يكون مناطق 2333 والهدف قرابة مناطق 2300 أو 2303 لكن أنا بفضل البحث عن صفقة شراء صفقة الشراء أضمن في هالمنطقة صفقة البيع فيها نسبة مخاطرة عالية بفضل البحث أنا عن صفقة شراء لكن الأفضل انتظار بيانات تضخم إذا جاءت لصالحنا إن شاء الله بيانات تضخم بفضل أنا صفقة شراء وممكن الهدف يمتد للـ 2365 في حال اخترقنا مناطق الـ 2327 واستقرينا عليها ممكن نستهدف مناطق الـ 2350 و 2365 إذا منشوف الدهب كيف تعامل مع أربع مرات تثبيت فائدة سابقات آخر مرة شفنا شمعة خضراء الشمعة الماضي كانت هبوط وشفنا شمعة خضراء أيضا شفنا شمعة خضراء بالمرة يلي قبلها أيضا شفنا صعود ليومين متتاليات بعدها شفنا هبوط أيضا المرة الرابعة أيضا شفنا صعود إذن أربع مرات صعود بكل مرة يتم فيها تثبيت الفائدة لكن الأمر المختلف عننا حاليا هو معدل تضخم بنفس اليوم إذا كان معدل تضخم إيجابي بالتأكيد رح يكون أمر إيجابي على الدهب ورح نشوف صعود إن شاء الله إذن مهم جدا تراقب بين التضخم إذا جاءت مثل المتوقع صفقة البيع تعتبر خطيرة لكن المخاطرة تقريبا بـ 50 نقطة هي مخاطرة خفيفة جدا نركز لازم كل صفقة ما تخسر أكثر من 1% من رأس مالك هيك وصلت لنهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله